إن الذي أريد أن أقوم به في هذا الفيديو أتفكير بالذي يحدث لبعض الأنواع من المقذفات ربما كرة أو صخرة إذا قمنا برميها بخط مستقيم للأعلى في الهواء لعمل ذلك أريد رسم المسافة بالنسبة للزمن وهناك أشياء قليلة يجب أن أخبرك بها عند رمي الصخرة في الهواء سيكون لديها سرعة ابتدائية بإنيشيال مقدارها 19.6 بالعشر متر لكل ثانية وقد اخترت هذه السرعة الابتدائية لجعل الحسابات أكثر سهولة ونحن نعلم أن التسارع بالقرب من مركز الأرض نعلم قوة الجاذبية بالقرب من سطح الأرض هي كتلة الجسم مضروبة بالتسارع دعني أكتب هذا بالأسفل قوة الجاذبية سوف تكون كتلة الجسم مضروبة بالتسارع الجاذبية الأرضية أي ضرب G small وهو تسارع الجاذبية بالقرب من مركز الأرض وجي تساوي 9.8 متر لكل مربع الثانية الآن إذا أردت أن أجد التسارع سوف أخذ القوة مقسومة على الكتلة لأنه يوجد لدينا معادلة عامة F تساوي M ضرب A إذا قسمت طرفان معادلة على الكتلة سوف تحصل على القوة مقسومة على الكتلة إذن دعنا نقسم هذا على الكتلة إذا قسمت طرفان معادلة على الكتلة في الجانب الأيسر سوف تحصل على التسارع وفي الجانب الأيمن سوف تحصل على التسارع الجاذبية G small إن سبب رئيسي لفعل هذا عندما تنظر إلى G إنها في الواقع تأتي من القانون العامة للجاذبية أن تستطيع إظهار G كأنها تقيس قوة المجال بالقرب من سطح الأرض بعدها هذا يساعد في توضيح القوة عند ضرب الكتلة في التسارع الجاذبية الأرضية G بعد ذلك تستخدم F تساوي M في A في قانون نيوتين الثاني بالعودة مرة أخرى للG وهي في الواقع التسارع هذا التسارع يكون باتجاه مركز الأرض وشيء آخر أريد أن أجعله واضحا عندما تتحدث عن قوة الجاذبية عام قوة الجاذبية تساوي G capital أثابت G capital والذي يختلف تماما عن G small في كتلة كلا من الجسمين مقسوم على مربع المسافة بين الجسمين إنك سوف تقول انتظر واضح أن إذا رميت جسم في الهواء سوف لن تتغير المسافة وأنت ستكون محقا هذه الاستراتيجية صحيحة لكن الحقيقة عندما ترمي جسما في الهواء تغير في المسافة قليل جدا بالمقارنة بالمسافة بين الجسم ومركز الأرض لهذا هذا لجعل الحسابات أكثر وضوحا وسهولا عندما تكون قريبا من سطح الأرض خلال غلافنا الجوي سوف نفرض أنه ثابت وأتذكر أن G هناك وهذه جميع المصطلحات معا إذا فرضنا أن كتلة جسم M1 هو كتلة الأرض ومس of earth ونصف القطر R هو المسافة من مركز الأرض إذن هذا هو radius of the earth إذن سوف تكون محقا بتفكير أنها سوف تتغير قليلا قوة الجاذبية تتغير قليلا لكن لدراسة جسم مرني في الغلاف الجوي نفرض أنه ثابت وإذا قمنا بحسابه يساوي 9.8 بالعشر متر لكل مربع ثانية وسأقربها هنا لتكون حوالي عشرة أريد أن أكون واضحا هذه كميات متجهة عندما نبدأ برمي الأجسام في الهواء لنتفق على أنه إذا كان الجسم يتحرك للأعلى نعطي قيمة موجبة وإذا كانت تتحرك للأسفل نعطي قيمة سالبة جيد إذا كان الجسم في حالة سقوط حر هذا الجسم سيتسارع للأسفل إذن قوة الجاذبية الأرضية ستكون للأسفل إذا أردنا أن نعطيها اتجاه إنها سالبة تساوي سالب 9.8 بالعشر متر لكل ثانية تربيع إذن لدينا تسارع بسبب تأثير الجاذبية وتسارع بالنسبة للجاذبية هو سالب 9.8 بالعشر متر لكل ثانية تربيع الآن أريد أن أرسم المسافة بالنسبة للزمن دعنا نفكر كيف نمثل الصيغة أو اشتقاق الصيغة إذا أدخلنا الزمن كمتغير سوف نحصل على المسافة سوف نفرض القيمة نحو اليمين هنا جيد في الواقع سوف أرسم الإزاحة مع الزمن لأنه سيكون أكثر متعة نحن نعلم أن الإزاحة هي الإزاحة تساوي معدل تغير في السرعة بالنسبة للزمن أي الفرق في الزمن دلتا تي في اليمين هنا لدينا شيء بدلالة زمن المسافة ومعادل السرعة ولكن بدلالة السرعة الإبتدائية والتسارع نحن نعلم أن معدل السرعة يساوي معدل السرعة يساوي السرعة الإبتدائية زائد السرعة النهائية مقسومة على 2 إذا فرضنا أن التسارع ثابت نستطيع حساب معدل السرعة بهذه الطريقة ومرة أخرى نحن نتعامل مع الجسم ليس بعيدا كثيرا عن مركز الأرض نستطيع الإفتراض نفرض أن لدينا تسارع ثابت مرة أخرى نحن لا نعلم ما هي السرعة النهائية إذن سوف نحتاج التفكير بها قليلا نستطيع تعبير عن سرعة نهائية بدلالة السرعة الإبتدائية والزمن نتعامل مع هذا الجزء معدل السرعة إذا نستطيع عادة كتابة هذا التعبير كالسرعة الإبتدائية زائد شيء ما مقسوم على 2 وما هي السرعة النهائية؟ جيد السرعة النهائية سوف تكون سرعتك الإبتدائية زائد تسارعك مضروب في التغير في الزمن إذا بدأت بسرعة مقدره 10 متر لكل ثانية وكانت سرعك هو 1 متر لكل ثانية تربية وبعد ثانية سوف تكون أسرع واحد ثانية من تلك السرعة الأولى إذا نحو اليمين هنا السرعة النهائية دعنا نتأكد من كل هذه كميات من أن كل هذه كميات متجهة ورسم الخط متجه كل هذه كميات متجهة نأمل أن يكون واضح لديك أن كل هذه كميات متجهة ودعنا نشاهد كيف نبسط هذه جيد يوجد مصطلحين تذكر نحن نتعامل مع معدل السرعة هنا هاتين القيمتين إذا دمجناها مع بعضهما البعض إذن إذا دمجنا هذه مع بعضها البعض ستصبح 2 2 ضرب السرعة الابتدائية على 2 زائد زائد التسارع مضروب في التغير في الزمن دلتتي مقصوم على 2 هذه كانت طريقة أخرى لكتابة معدل السرعة وهذا السبب لماذا فعلت هذا لا يوجد لدينا سرعة نهائية ولكن يوجد لدينا تسارع وسوف نقوم بتغيير الزمن كأنه متغير مستقل وما زلنا نقوم بالضرب هذا التغير في الزمن سأكتبه بلون الأخضر هذا مضروب كله بتغير في الزمن وهذا ما يساوي الإزاحة هذه هي الإزاحة نحن نضرب التغير في الزمن في هذا وهذان الاثنان تلغى وحصلنا على بالاستمرار فوق هنا حصلنا على الإزاحة تساوي الإزاحة تساوي السرعة الابتدائية في إنيشيال مضروبة في أتغير في الزمن دلتا تي بعض الدروس والكتب الكزائية تكتب الزمن ولكن في الواقع هي أتغير في الزمن أتغير في الزمن أكثر دقة قليلا أيضا هذا زائد نصف والتي نفسها كأنها مقسومة على إثنان زائد نصف مضروبة في التسارع مضروبة في التسارع أصدقائنا هنا أتغير في الزمن مضروب في التغير في الزمن أتغير في الزمن مضروب في التغير في الزمن دلتا الزمن وتعني أتغير لذا أتغير في الزمن مضروب في التغير في الزمن إنها بضبط مربع أتغير في الزمن مربع دلتا تي وفي بعض الدروس سوف تشاهدها مكتوبة ربما هكذا دي تساوي في انيشيال مضروبة في تي زائد نصف في اي دار بأتي تربيع هذا بالضبط يشبه انهم يستخدمون دي رمز للازاحة ويستخدمون تي بدلا من دلتا تي الشيء الذي يجب ان تدركه في هذا الفيديو وسوف نصير قدما للاشتقاق ربما لو انك كنت ذحت الضغط زمني فانك لن تقوم بهذا لكن الشيء المهم اذا تذكر كيف ستكون بها عندما تكون بسن الثلاثون او الاربعون او الخمسون او عندما تكون مهندس وانت تحاول اطلاق ساروخ نحو الفضاء وليس لديك كتاب لتنظر اليه انه يأتي من الازاحة البسيطة والتي تساوي معادل السرعة دربة تغير في الزمن ونحن نفرض التسارع ثابت ويمكن استخلاص باء الباقي من هنا سوف اتركها هناك في هذا الفيديو دعني امسح الجزء الايمن فوق هنا وسوف نتركها في اليمين هنا في الفيديو التالي سوف نستخدم هذه المعادلة التي اشتققناها في الواقع سوف نستعمل هذه ورسم الازاحة مع الزمن لانه هذا شيء ممتع يجب ان تتعرف عليه ما الذي يحدث للسرعة والتسارع ونحن نتحرك اكثر واكثر في الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر